السلام عليكم ورحمة الله تمنىكم تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا في القناة شي سارة اليوم ان شاء الله غاد نصوركم الفيديو في الطبيعة كيف ما قلت لكم البارح في الفيديو انا في البادية وان شاء الله غاد نقوز العيد في الجبل كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم اللي غايكون فيه افكار وحيال اللي غاد يقدروا تحتاجهم بزاف هاد العيد الكبر سهلين والحاجات بساطين وكين اللي تقدروا تكونوا قد عرفوهم اولاد عديد تعرفو عليهم ان شاء الله يا ربي شكرا بزاف للمتابعة ديالكم على التعاليق وعلى اللي لايك ديالكم اللي جديدة معايا في القناة تعجبوا الوصفات مرحبا والف مرحبا ما دو خلش علي بقابوني وضغط على زي الجرس و باش يوصل لكل جديد ديالي و باش كتدعمني ان شاء الله و قلن زيد نعطلكم فيديوات جدادين وافكار جدادين خليكم معايا ما نطولش عليكم نبدو بالحيلة اللولية ان شاء الله بالنسبة للحيلة اللولية ولا الفكرة اللولية غديدعجب الناس اللي ساكني في ساكن اقتصادي او اللي عندهم بالكونات صغر هاد الحيلة غديدنوريها لكم شما تخليلكم شي الدخاني طلع عند دار من كونو كد تشويو كيف ما كتشوفوا معايا واحد شواية سواء مربع ولا مدورة غديدعملوا فيها واحد الكاغط الفرن و غديدعملوا القطوان ديالكم معمرين أنا كنعطلكم غير الميتال دابا قطوان ديالكم معمرين غديدعملوهم ما بين جوج ورقات كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو سوفي و غديد أنا كنصوركم في الطبيعة كنشوي دريح تكريكا غديد موقف اللي شي بقيت كانت غانين معه المهم الفكرة كان دوني شاء الله غديدكون واضحة بعد الشكل هذا قدعملوا القطوان ديالكم سوفيو غديدشدوا شواية و غديدعملوها على المجمر و سوفي غديدكون وشعلتوا المجمر ديالكم قطب ديك شواء الزبدة و لديك الكبدة و اللي كنتوا عدعملو بولفف صراحة فكرة غزالة و ما كتطلع عشي كيف ما قلت لكم يعني دو خل الدر الفكرة الثانية و اللي هي هي ان شاء الله ما غديدتها لالعد الكبير كيفاش غديدتحفظوا على القطبان ديالكم او للشواية طبعا ما غديدتخسلوهم زيان بصابون و غديدتنشفوهم خصوم ضروري نشفو ملماء كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو و كندهنو بشوية الزيت هدي هي الطريقة اللي كنحافظ عليهم هاد المشاوى اه طريقة كدعمل لهم العقوزة ديالي يعني مدة هما عندها كيف ما كتشوفوا معايا ما مدريين شي و كيقوزوا مدة طويلة صراحة اكتر من خمسة سنين ولا سنين هما كينين غير اللي يدين ديالهم تبلاستيك طبعا ما تكونوا كتشوفوا حافظوا عليهم بش ما يتحرقوا لكم شي في المجمر او لا دشري و دك اللي يدون ديال حديد كنت وردتم لكم في الفيديو للمشترايت هادوكم زيونين ما كيوقع لهم حتى شي حاجة صفين بعد ما دهنتم بالزيت غديلويهم في واحد المنديل وباقي إن شاء الله غدي نعملهم سالوفا و كنزيرهم كيبقوا لي حتى العملي ماجي إن شاء الله و النفس الطريقة غدي نعملين شوية طبعا ما بعد ما خصلتها مزيان شوية كتكرفص شوية على المشاوى خصلوها مزيان و لذيك الحديد شوفو شي شي تتسنن لكم قديمة ولا شي 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 سبيو صغيور خصلوها مزيان و عقموها بالخال و نشفوها صفين بعد ما نشف و دك ساعة غدي دهنوها حتى هي بالزيت و غدي دلويوها في شي منديل و دائما سالوفا باش كيحافظ على الحاجة و خي لا توصخ أو لك أنت عندكم فوق بلاكار و تيدمت كيكن تيدم غير دك سالوفا كدر ميوا ما كتيدمشي شوية ولا المنديل و تحافظوا عليها إن شاء الله حتى هي اللي عملي ماجي و الحيلة الثالثة اللي هاد الماكينة هاد اللي غزالة ماشي غير البطاطا أنا غدي تشوفوا معايا غدي نقطع بزر الخضر فيها الصراحة كدفو كدغية و خصوصا لليجا عندك شو واحد بزر بشلاد الدغية كدوجد الفريد كدجي مقطعه قد بعطياته حتى هي الدغية كدوجد و حتى الفريد كدطيب حسن من اللي كدقطعه بيدك قد بعطياته كدطيب واحد ماشي بحلي كنقطعوها بيدنا كيجي شي كبير و شي صغير كماشيتوا معايا قطعت بها أول حاجة بطاطا ثم كدشوفوا الفريد ديالة كدشي قد بعطا كدت سهل الوقت بززاف طغي يعني كدوجد للك الحاجة أنا كدعجبني كدت عندي القديمة و دبشرت هدي جديدة بشن بارتاجيها معاكم بالنسبة لبطاطا خليتها كده كدائما نشوفوا الحجم ديالة يكون صغير بالنسبة لخيار إلا بغيتوه شكل طويل غادي تخليوها على يعني يتقسموه على جوج ولكن إلا بغيتو مربعات صغار كيف ما كدشوفوا معايا كنقطع دوائر صغيرة يعني تكون غليطة شوية في الحجم ماشي رقيقة سوفوا غادي نزل جوج دوائر ولا ثلاثة و غادي نضغط عليها بذيك الغلاقة طريقة سهلة ومضحة في الفيديو كيف ما قل لكم دغية دغية الحاجة كدوجد ومعادة بالعيد كنبغيوش لاياد وكنبغيو الفريط مع اللحام وليش حاجة يعني دغيادة تسربيو شغلكم ما تتعطلوش في الوقت وما دعوكزوش على الحاجة بالنسبة لما طيشة غادي نقسمها على جوج وغادي نقشرها ضروري قشروها البنت حتش لما قشرتوها الشي غادي نتعذبكم شوية يعني ما غادي دغتوه على يخصكم دغتوه مزيان وخاهية بقى جديدة يعني ماضية غادي نتعذبكم شوية من الأحسن قشروها بالنسبة لخوضر كيف ما قللكم إلا بغيتو مكعبت صغارين غادي تقسمهم على جوج ولا على ثلاثة كيف ماشتوا معايا الخير قسمتو على على 1-4-5 دوائر ما طيشة قسمتها على جوج ولا على ثلاثة حتها هي بش يجيكم مكعبت صغارين بالنسبة لفريط قللكم البطاطة خليوها مكمولة بش يحتيكم دك شرائح طويلة وتكون البطاطة الحجم ديالة غير صغير يعني ما تكون شي كبيرة بش مدعواج لكم ش في ذاك الماكينة ودغية كد هبط من ذاك الماكينة شوفوا معايا البصل حتها وغادي نقطعو على ثلاثة ثلاثة دوائر أو لحتة أربعة كيف ما قللكم على الحسن عفوان الحجم اللي بغيتو المكعبت وش يكون صغير ولا كبير بالنسبة لبصلة كدعجوني تكون صغيرة كش عشي قطعت على أربعة صافي في جميع الخوضر يعني كد نزلوا الخوضر ديالكم بدوائر وكد قطعوها وإلا بغيتو على شكل طويل غادي تخليوها تقريبا نبح حل بطاطا تخليوها مكمولة ولا الخيار عاد قسموه إلاجوش هدا هم الأشكال اللي كيخرجوا من هاد الماكينة صراحة غزالة والثمن ديالة غير عشرين درهم ندوزو الحيلة الرابعة واللي هي كيفاش غادي دمضي وشفاري طبعا في العيد كان نمضيو بالزبط شفاري ولكن مع الشحام وكن نكونوا نقطعو الكرشة وذيك شي ميت دم صراحة كيحفو داغية أسهل طريقة هي هديوك تسمدها مزيان بالتجربة الحكاكة طبعا غادي تكون عندكم في الدار غادي نمضيوهم في الجهة الرقيقة كيف ما كتشوفوا معايا ماشي في الغليطة داغية كتسمدها ولي جيتسو يقدر يدرس ولا شي حاجا يقدر يقلب الطاصل الحريرة أو للفينجان للقهوة اللي كيكون واحد دائرة في القهوة اللي كنزل عليها هذك الفينجان هذك يقدر حتى هو يمضي يمضي الشفرة في ديك القاعد ديك للطاصل الحريرة أو في القاعد ديك الكاس الفينجان للقهوة صافي أنا كتجينيوها طريقة سهلة لتحكاكة ما كنضر شي مي ما كنضر شي بزاف ولكن كينا الناس اللي هذك يقدروشين نعطيكم جوج الحية الأخرين فين تقدروض دمضي وشفاري وبالنسبة للحيلة الخامسة سوف نعطيكم كيف اجدعقموا اللوحة أو البلاستيك اللي كنكونوا كنقطعوا عليها الربيع أو الكبد أو الشحمة سوف نحتاجوا الملح رشوا عليها الملح بالزايد كيفما كتشوفوا معايا ونضيف شوية الخميرة الحلوة وغادي نضيف معاهم الخل وغادي نضيف ديك الليمونة غادي نعصر شوية وغادي نبقى نحكم ديك الليمونة صافي وغادي نبقى ندور بشكل عشوائي دوائر هكذا كيفما كتشوفوا معايا يخصني ديك الملح ودك الخلطة اللي عملت ما بين الليمون والخل والخميرة الحلوة تخليف تشقو قتليك تكون فيها ميكان كنو نقطعو بالمس سافي غادي ندعملو هذه العملية دبقى ندور واحد جوش دقايق وغادي نخليوها درتاح مدد خمسة ولا عشرة دقايق اللي قدرتوا عليها عاد خصلوها بالماء أنا غادي نصور معاكم يعني داغية غادي نخصلها بالماء ما غادي نخليها باش نكملكم إن شاء الله الأفكار كاملين والحيا اللي باقي اللي ثوما كنأكد عليكم خليوها واحد خمسة ولا عشرة دقايق اللي قدرتوا عليها باش داك داك الخالطة كتفعل مع بعطياتها وكتصفة مزيان من داك يعني من داك الرواسي بليك يبقوا فيها ومحت هات الخالطة كتحيت داك النسمة الشيح ما اللي قطعتوها عليها ولا داك نسمة الحاولي صافي وما ما غادي تخصلوها داك ساعة عاودوا كيفاش غادي تبخرو ان شاء الله الحام والناس اللي ما مصفرش عندهم القفل غادي عملوا هات الكاغيت الفران صراحة رائع كيزيار الكسكس وما كيخلي شي ربو يخرج مرة شوفوا معا كيفاش غايدخل يعني كندغط عليه باش كيدخل شوفوا شوفتوا معايا وغادي نوريلكم كيفاش كيجي مصير ربو فكرة وسهلة هنقوزوا الفكرة السبعة إن شاء الله من تكونوا غادي تشعلوا الفحم اول حاجة كان عندكم مجمار الحديد بحل هذا او للمجمار ضد طرب غطيوه ببابي أليمنيوم من الأحسن حيث ببابي أليمنيوم كيش ببار سخانة بنسبة الفحم غادي تشعلكم دغية وغادي بقى لكم سخون يعني ما كيبرد دغية وكي تطفى هاد الحيلة شتبزة في الناس في اليوتيوب كيشكروها وحتى أنا بغيت نفرطاجيها معاكم وفي نفس الوقت المجمار تلكم ما كي ترزا شي يعني ما كيدو بالفحم وكيبقى غادي كرمات كدوز هاد بطريقة سهلة وكدر ميوا كيبقى لكم مجمار نقي سواء ضد طرب كيف ما الفحم دبعنا نوري لكم غير في التصوير وصافي طبعا نقصني نعمره كامل إن شاء الله بإذن الله باشي يعني باشي نشو تبارك الله الخير موجود العائلة كبيرة باش تشعلوا الفحم غادي نعدلكم واحد طريقة بلا ذك الفتيلات وذك اللي كتش فيهم نسم دلغس معرف ش إنه اسم يجيب شوى خيب شوى خيب الكاغة الكوزينة وكلينكس وصافي تشعلوا العافية عادي بشكل عادي كتمنى إن شاء الله يكون عجبوكم هذي الأفكار وبرتجوهم مع الأصدقاء والأحباب ديلكم باشدعم الفائدة وحتوهم إن شاء الله شكرا للمتابعة وعلى المشاهدة في الفيديو القادم إن شاء الله